نلاحظ أن سيدنا يوسف عليه السلام قابل اعتراف إخوته بالعفو والصفح وهذا من شيم الكرام كما فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش عندما فتح مكة المكرمة وراء المشركين خائفين مذعورين قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قل اذهبوا فأنتم الطلقاء رغم أنهم آذوه وعذبوا أصحابه المصدعفين كسيدنا بلال ونالوا النبي بالأذى الكثير وعندما قدر عليهم عفى عنهم وكذلك فعل سيدنا يوسف عليه السلام عندما صار عزيزا لمصر وصار ملكا لمصر وجاءوا إخوته إليه يطلبون الإحسان إليهم واعترفوا بذنبهم عفى عنهم وقال كما أخبر الله عز وجل لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لا تعيير وهو أسلوب الراقن قال لا تثريب عليكم أي لا لوم عليكم لا ألومكم بالتلميح ولا بالتصريح ولا بالغمز ولا باللمز ولا بأي شيء من هذا لا لوم عليكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين هذه الجملة يغفر الله لكم جملة دعائية بعد أن صفح عنهم دعا لهم بالمغفرة ثم قال وهو أرحم الراحمين يغفر الذنوب الصغائر والكبائر وتفضل على التائب بمنه وكرمه وهذا من كرم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي الآية التي ذكرناها قبل ذلك إذن إذا جاءك شخص واعتذر إليك فاقبل عذره وادع له افعل كما فعل سيدنا يوسف عليه السلام وكما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين بعد أن عرفهم يوسف بنفسه سألهم عن حال أبيه فقالوا ذهب بصره من كثرة بكائه عليك فأعطاهم قميصه وقال لهم اذهبوا بقميص هذا قال الحسن رحمه الله لولا أن الله أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره وكان الذي حمل حمل القميص يهوذا قال ليوسف أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته وأنا الذي أحمله الآن لأسره يعني هو يريد أن يكفر عن ذنبه يهوذا هو الذي حمل قميص يوسف وذهب إلى أبيه مع إخوته عشاء وقالوا أكله الزئ فأراد أن يكفر عن ذنبه قال كما أخذت هذا القميص ووضعت عليه دما مكذوب وأحزنت أبي حزنا شديدا أريد أن أدخل عليه السرور حتى تكون هذه بتلك